بسهد خيرا لما حضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم دايما بكلم حضراتكم بالمنطق بحب جدا ان انا لما اسمح حاجة او اقرأ شيء معين ان انا احكم عقلي واحكم عقلي فيه وده انا هقوله قبل ما ادخل فيه تفاصيل الجريمة اللي الناس كلها متابعها والاااا الافض على الناس اللي كانت مسجلة المحادثة الهاتفية وغيره لما سيادتك تلاقي منتشر مقطع لتسجيل والتسجيل ده الناس عم بدا تتكلم فيه زي ما يكون مثلا ايه بتبيع ترمس اللي هو انا جبتلك عشرة وخدي عشرين ده بيكلمه على ملايين يعني وانا عندي طلعة تانية بتلاتين وتقول له انا مش عارف جايبه لك ايه والحدوتة دي كلها على اساس ان انتو بتسمعوا اتنين مستشارين في رياست الجمهورية وبيتكلموا بعض واحد لواء اسمه فاروق القاضي واحدة اسمها ميرفت كل الناس بدأت اتشار الكلام ده وتقول بصهم والحكاية والفساد والمش عارف مين ومحدش احتكم الى العقل هل حضراتكم متخيلين اللي بيعابلوا الكلام ده بيتكلموا في التريفون كده صن فصون يعني ويقعدوا يتكلموا في الكلام ده هم مش واخدين بالهم ان التريفونات مترقبة مثلا طيب لو هم مترقبين وتم التسجيل هو مين اللي ممكن يصرب تسجيل زي ده ومين اللي يقدر يرقب تليفونات تحكموها بالعقل وبالتالي ستكتشفهم ان 70-80% من هذه المكالمة تحول الى كلام فارغ جدا جدا وتبقى 20% 20% كلها تساؤلات ليه التوقيت ليه مين والمصلحة مين لما انت تسمع حاجة زي كده وتسجيل زي ده ده مصلحته ايه هو بالتأكيد ليس لمصلحة دولة او مؤسسة في دولة صح اذا هو رايح لمصلحة جهات اخرى او على الاقل للتشكيك ده بيجاوب لك على العشرين في المية اللي باقية ليه التوقيت ده بالذات فتكتشف ان مصر عندها مؤتمر دولي بيحضره 160 دولة بيتكلم على مكفحة الفساد والرقابة الادارية داخلة والدنيا داخلة فبالتالي يطلع التسجيل ده قبلها تلات تيام ويتهم رأسا مستشارين في رئاسة الجمهورية او الدعاءات في رئاسة الجمهورية وغيرها من التفاصيل اللي حصل والحمد لله ان احنا عندنا اجهزة ومؤسسات لانها فعلا بتتبع بقى بجد راحت جابت الناس دي وخليني ابدأ مع حضراتكم بانهما يعني انا حاخد البيان اللي طلعته ووزارة الداخلية في هذا الشأن وهي بتتكلم ان هي انطلاقا من جهود الوزارة وفي حماية البلاد من مخططات الاجرامية وغيره وانهما امكن القطاع الامن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشارة اليها اللي هو كل المنابر الاعلامية بدأت تروج ليه الواحد بيدعي انه اللواء فاروق القاضي مع سيدة الداعي مرفة محمد كويس وكلها جاية من مصادر اخوانية يعني انتوا لو تتبعتم التشين بتاعها هي طلعت من ايه وبرضو بتدعي انها مستشارة برئاسة الجمهورية وانهم اتفقوا على قيام اللواء ده من خلال علاقاته المتشاعبة بالعديد من المسؤولين في الدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدب من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بانشأها في مختلف المجالات بغرض تحقيق ربح مادي للمذكور للست يعني الست هتجيب ناس وتدهم له هي بيتفقوا على كده وامكنه لقطاع الامن الوطني يكشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشارة اليها وضبط المتحدثين خلالها وتبين ان الاول يدعى حنفي عبد الرازق يدعى حنفي عبد الرازق السيب محمد اه هو ده اللي عملنا دور اللي وانا بس كنت ببص عليه واحد وستين سنة عاطل ويقيم في محافظة القاهرة مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد اتنين وعشرين قضية متنوعة اللي هو صورته قدام حضراتكم ده نصب قتل خطأ تنقيب عن اثار التانية اسمها مرفة محمد علي احمد البدوي اتنين وخمسين سنة لصنص حقوق وتقيم في الاسكندرية لما بدأوا بقى اصفرت عملات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سياعة السمعة وبينتهجوا اسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة او الاجهزة الحكومية وان المدعو حنفي عبد الرازق قام بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار اليها لترويجها في اوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الاعمال سعيا لاكساب ذاته الزخم الكافي وايهام الاخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على اسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لاي شخص في اطار اعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها اصفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الاخواني الهارب عبدالله الشريف الذي تبين انه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد اكين واربعين سنة سمصار يقيم في محافظة الاسكندرية تبين ارتباط السمصار بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في اطار محاولة الاخير اقناعه بقوة علاقاته وامكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الاخواني الهارب المذكور اللي هو عبدالله الشريف وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار اليها مقابل مبلغ نقدي وقام بارسالها له مع وعد بارسال مكالمات اخرى على نفس النهك الا ان الاخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتريفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والاخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن وجاري العرض على نيابة امن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات لغاية هنا انا قرأت لحضراتكم البيان المفسر ولكن عايزكم بقى تسمعوا الاعترافات اللي الناس دي عايز لنا وانا حلخص لكم القصة قصة ايه واحد سمصار عايز يعمل شغل واع في ايدنا واحد نصات فالنصات بيقوله انا قدر اعملك اللي انت عايزه فالتاني قال له انا عندي مقاولين هنا في اسكندرية وناس وكلام طب انا اقول لهم ايه طب كذا قال له بص اسمع هو ادي المستشارة اللي انا شغال معاها هو والشغل عامل ازاي راح بعيد له هذه المحادثة ليه علشان يقنعه ده بيعمل لنفسه ماركتنج ماركتنج بغباء شديد جدا هو بيروج قدرته وده يبلك بقى لو انت سمعت السطر ده ارجوكم ارجعوا اسمعوا المحادثة دي تاني هو الراجل بيروج لقوته علشان كده تلاحظوا انه هو في هذه المكالمة بالفعل مع الست دي عمال يرمي عشرة تلاتين وانا عندي مش عارف مين طلع قد كذا لا انا حدينه عشرين بس لا انا حدينه خمستاشر لا انا عندي شغل كتير جاي وانا بخلص اي حاجة وما حدش يقول الكلام ده في محادثة تليفونية ما هو انت لو بتكلم واحدة على اساس ان انت بتتفق على حاجة او بتخلص معاها حاجة حتى حتى لو انت مش همك الرقابة او انك انت مترائب مش هتقعد تدلدأ كتير قوي بكل هذه المعلومات في ضوء اللي انتوا سمعتوه واللي حتشوفوه دلوقتي عايزكوا ترجعوا تسمعوا المكالمة اللي عملين ينشروها الاخوان وينزلوها فحتتحكوا حتجلكوا كريزة دحك لان فعلا اللي حصل ايه ان الراجل ده حب يوقع ضحايا من الاسكندرية فرح باعت الرسالة دي لهذا السمصار السمصار ده بدأ يبعت الرسالة دي لرجال اعمال تحبوا تعملوا شغل انا عندي واحد بيخلص انا عندي كذا وده سؤال اخر انا بقوله لحضراتكم كده وبطرحوا عليكم كل المشاريع اللي انتوا شايفينها في الدولة دي وكل الكلام اللي انتوا شايفينه في الدولة دي هي اسماء الشركات مش متعلقة ولاها سابقة اعمال ولازم يكون عليها رقابة عشان بتقدم الشغل بتاعها اه بيكسب ولكن هو مش بيكسب عشان بيتقدم وانا جبتلكم في عدة اماكن وروحناها وزورناها كتير جدا جدا في مدن جديدة وغيره تعال افلال انت انا مواطن وعندي شركة واشتغلت مع الناس هنا والحقيقة لما قديت العمل بشكل جيد اسنده اليها شغل تاني مئات شركات القطاع الخاص شغالة مع الحكومة في اي وقت ايضا القضية كلها بيتلعب بيها كده علشان يتنصب بيها على ناس وعلى شركات لما الواد السمصار بتاع اسكندرية اه بل معرفش يجيب شغل عايز يعمل حاجة فراح عرض المكالمة هذه المكالمة التليفونية وهو نفسه بيعترف بيقول هذا الكلام وراح باعتها برة مصر اللي اخدها منه غلط اللي هو عبدالله الشريف ده مش عارف اسمه ايه كده ليه اسم طبعا حضراتكم عارفين والناس مسميها اسم مش لطيف اوي على ال اه اه مسميينه تيرتر على الانترنت الولد وعد انه يبعت له فلوس قال له ابعت له هبعت لك 10 تلاف جنيه باين ولا حاجة كده فالتاني زعلان اوي ان انا مبعت ليش الفلوس انا بعت له المكالمة وقلت له هبعت لك اه تسجيلاتهم اخرى من هذا النوع ما عندوش هو وعدوا ليه علشان يبعت له فلوس قال لك مبعت ليش الفلوس يعني في وسط كل الحدوتة دي برضو من ضمن الحاجات انا مجاليش التحويل اللي كان مفروض يجيلي من برة عن طريق الوسترن يونيون من تركيا والتاني قاعد برة ودول لبسوا القضايا بتاعتهم وتم الكشف عليهم